جانت عليها على الفيديو الاخير حد بيقول لي انت لسه طفل يوتيوب سيو حد تاني يتكلمني على الفاس وقال لي ايه هو السيو ده السيو ده يلماع يعني اللي هو الاس اي او بالعربي كده بالبلدي تحسين محركات البحث يعني ادرس محركات البحث وشوف انسب طريقة ليك علشان تشتهر وتاخد مشاهدات زيادة في اليوتيوب الدراسة بتاعتهم بتقول ان لما تختار منشور او فيديو الموضوع سيان بيختلف وفقا لحاجات زي الصورة المصغرة هتعمل تمويل ولا لا مين اللي ينفع معاك ايه هي الصورة اللي تجذب الانتباه ايه هي الكلمات المفتاحية الرننة اللي الناس بتدور عليها كل الحاجات دي هما بيتكلموا عنها في الدراسة وبيتكلموا كمان بيقولك ان الفيديو مثلا فيديو واحد بيختلف لو هترفعه على اليوتيوب عن تويتر ازاي؟ لو هترفعه على تويتر بيقولك ان اسوأ ايام بترفع فيها على تويتر يوم الاجازات يعني مثلا الجمعة والسبت بيقولك سيء جدا مشاهقة مشاهدات ليه؟ تويتر اساسا بيعتمد على تغريدة او كلمتين بيتقالوا خبر سريع فايام الاجازات مفيش اخبار كله قاعد في البيوت عشان كده بيلاقي ان تويتر محدش بيهتم بيه بيهتم بامتى وقت الشغل في طوال ايام الاسبوع لكن ابعد عن الجمعة والسبت او الخميس ليه؟ لان دي بتبقى اوقات الناس بقى مش فاضية ان هي بتبع اخبار عاوزها ترتاح لكن طول مهمة في الشغل بيدخلوا بقى تويتر كل شوية اللي عنده تعليم عاوز نشوف اخبار التعليم اللي عاوز نشوف اخبار كوارس جرائم كل ده بيشوفه على تويتر عشان كده بيلاقي تويتر نشط قوي طوال الاسبوع لكن في الاجازات مفيش عنده مشاهدات هم بيقولوا كده بالنسبة بقى لليوتيوب اليوتيوب النقيد تمامي ازاي النقيد؟ يعني العكس اليوتيوب الناس ما بتقدرش تفتحه الشغل بعكس تويتر هيرك المتين والموضوع خلص لكن اليوتيوب لا لازم يسمع ويتفاعل بقى ويشوف الفيديو ويسمع الصوت فطبعا بقى الموضوع صعب يبقى اليوتيوب ايام وسط ايام الاسبوع صعب جدا الناس تنتبه لك لكن لو عملت الفيديو بتاعت يوم الخميس والجمعة والسابت حسب الاجازات اللي في البلد اللي انت فيها بتختلف طبعا من البلد لان انت ممكن تكون مشتركينك قليلين ما عندكش مشتركين من برا فمثلا عندك مشتركين من هولندا اه شوف هولندا اجازاتهم امتا لكن لو انت مقفول على بلد واحدة ولسه عدد مشتركينك قليلين يهمك ايه التوقيت في امريكا ولا هولندا ولا اسبانيا ميناش فيه فانت بتدرس جمهورك انت بتكلم مين انت بتخاطب مين انت المشتركين عندك جايين منين وطبعا ده بنعرفه عن طريق احسائيات اليوتيوب الموضوع سهل جدا وهنا شرحه في يوم بالتفصيل فاليوتيوب عقليته او عقلية المشاهد اللي هو انتو تقريبا لما بتيجوا تشوفوا فيديوهات لاحظوا جدا ان انت يوم مثلا بتقول ايه يوم الخميس هابق اسمع فيلم عن اليوتيوب ما بتفكرش ان انت تسمع فيلم في وقت الصبح ليه لان الوقت ده انت بيكون عندك دراسة والست عندها شغل في البيت والراجل في الشغلة فهو مش فاضي لليوتيوب فعشان كده هما بيقولوا ان احسن وقت ان انت تنشر فيديوهاتك يكون يوم الاجهزات وبيقولوا كمان انك لما تيجوا تنشر فيديو بتختار الوقت اللي يكون فيه زخم او زحام في اليوتيوب يعني فيه جمهور كتير قاعد بحيس لما انت تنزل الفيديو يعني ياخد نسبة مشاهدات عليك انا عن نفسي بختلف معاهم في السيودة نهائي اول رأي انا من حق ان اقول رأي لو افترضنا ان انا في وسط الشغل في وسط الشغل ووالياكم بدور على حاجة وعاوز اعرفها ومش عارفها هدور فين هدور في اليوتيوب عندي حاجة عاوز افكها مش عارفة فكها ازي مثلا قناة كهربا بومتك استاذ رضا بيتكلم عن الكهربا انا شغال كهربا وفيه حاجة وفيت قدامي فاكيد هدور في الوقت ده اللي هو وقت الشغل فالموضوع مش مقياس لو ست بيت انتو بتقولوا مثلا ايه خلوا اليوتيوب اسيو بيقولك انشري مجموع على السابت تب ست بيتو عاوزة تعمل طبخة ومش عارفة تعملها هتدور عليها في وقت شغلها حتى لو هي في البيت وفي وسط الزحمة بتاعتها هتدور عليها لكن انها هتقعد وتشوف بعد كده مش قصتنا فالموضوع من السابت لازم تبصوا الموضوع من نظرتكم انتو انتو اللي عارفين جمهوركم وانتو اللي فاهمين الدنيا معاكم ماش ياسي نصيحت لكم انكم لما تيجو ترفعوا الفيديو اختاروا الوقت اللي يباى معاكم بالتجربة انتو اللي تعرفوا لو نزلت فيديو الصبح الساعة 6 هيجيبك오 مشاهدة تب لو نزلت فيديو الظهر هيجيبكم مشاهدة تب لو نزلت فيديو الساعة 9 بالليل هيجيبكم مشاهدة احسب اول 3 ساعات لكل فيديو بيهم ويشوف مين فيهم اللي مشاهدته هتبع علي هو هذا هو هذا الوقت الصح الموضوع ما بيقفش على فيديو او اثنين او ثلاثة لان انت ممكن ترفع واحد يوم السبت واحد يوم الحد واحد يوم الثلاث فلو قد بتختلف ممكن ترفع واحد يوم الجمعة يجبه شهادات عالية او الصبح وممكن ما يجبش بالليل فالموضوع الوقت اللي انت هتختاره بتختاره بناءا عنه ميولك انت اهتمامتك انت ودراستك انت لجمهورك لان محدش يارب جمهورة لغيرك اليوتيوب بيختلف عن انستجرام اليوتيوب ناس بتتفرج علشان تشاهد وتضيع وقتها علشان كده بنقول في الخميس والجمعة او ايام العطوات لكن انستجرام مثلا الناس بتدور فيه علشان بيع ويشارك فممكن ان هما يكونوا في وسط الاسبوع بيدوروا علشان يجهزوا نفسهم مثلا لو هيشتروا حاجة يشتروها في ايام الاجازات هو ده الاختلافات فنصيحتي لكم لو حاببت ترفع فيديو بصوا في حسائيات اليوتيوب احسائيات اليوتيوب دي بيبين لك امتى وقت الزحام بيبقى موجود جدا في قناتك يعني ان هو بيوجهها لكل صاحب قناتك بيقولوا انت عندك المشتركين او الغير مشتركين بيزوروا قناتك في الايام دي في الاوقات اللي بالالوان دي اللي هي لون هغامق دي اللي هي بتكون فيها الزحام عندك فحاول تستغل النقطة دي ولما تحب تنزل فيديو نزله في الاوقات اللي تلاقي فيها اللون الموف ده عالي قوي معناها ان الناس اللي بيشاهدوك دايما موجدين بقصرة في الوقت ده لو انت عندك الاحصائية مش ظهرة بالشكل ده تقدر تجيبها من الاحصائية عادي ما عندكش ده وما عندكش ده لان الموضوع ده متوفر للقنوات المفعلة وما بيجيبهاش بشكل كامل ممكن يجيبها للقنوات اللي عندها الفين مشترك او خمس او عشر كل ما بزيدوا عدد المشتركين بيبتدي اليوتيوب يهتم بيك اكتر فنصيحتي لك لما تجي تحسبها احسب من الفيديوهات بتاعتك هي جابت مشاهدات الساعة كام يوم ايه بالشكل ده انت هتقدر تحدد الجدوى للزمن الصح اللي انت تقدر تنشر فيه الفيديو ويجيب مشاهدات عليها دي طريقة الطريقة التانية ان انت بتستخدم وتستخدم تليجرام معرفة امت بيجي لك زحمة رسائل وانت مفيش حد بيسأل خالص ولا حد بيبعت رسالة الوقت اللي فيه الزحم ده هو انسب وقت لك ان انت ترفع الفيديو بتاعك سواء السيو قال او ما قالش انت اللي فاهم جمهورك وانت اللي فاهم قناتك مشي ازاي دي كانت حلقة من ضمن حلقات الحديث عن السيو اتمنى يا رب تكون در تفيتكم بحاجة وحاولوا تشوفوا بقى السلسلة الموجودة هنا اتمنى لكم كل النجاح والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المترجم الأحيان